ترجمة نانسي قنقر 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 تبرد وجهزنا اللبن لبين ما نحضر هلأ العجينة ونقطعها نكون نحن مجهزين غراضنا كلها قبل بوقت وهلأ بصير الشغل سهل نفرض العجينة على طبقة من لطحين ونبلش نقطعها بأي قطعة عنكن أو كاسة الشاي بهذا الشكل ولازم تكون العجينة ما نسميكي ولا رقيقة اذا لزق معنا القلب أو القطعة ونحط لها طحين ونتابع تقطيع شايفين هلأ رح شكلها رح ناخد قطعم العجين شايفين سماكتها ورح ناخد هلأ الحشوة الحشوة لازم تكون باردي ومصفينا من الماء بقفلة بهذا الشكل طبعا لطريقة معروفة هاي الطوائي أو العساكر من قلة كانوا يعملوا أكلي باشا وعساكروا باشا اللي هي الكبي وعساكروا اللي هي طوائي أو الششبارك عجينة الششبارك تنعمل مع بعضها كمان كتير طيبة وفي ناس بتعمل الششبارك لحال والكبي لحال بس أكلة باشا وعساكروا هي بتجي كبي دراويش يعني لبانية ومعها الششبارك فينا نعملها بشكل تاني هدا الشكل طريقة السيمبلي شايفين هاي طريقة طريقة تركية طريقة المانتو أو المانتو وهون بالهندة كمان في عندهم أكلي اسمه مامس رح نزلكن طريقتها إن شاء الله كمان أكلي شتوية وعى البخار بتنعمل بحشوة اللحمة أو الجبنة أو الخضروات والفطر شايفين حسب الرغبة التشكيل ممكن هيك وممكن هيك بس الطريقة المعروفة اللي هي طوائي بهادا الشكل هلا بعد ما خلصنا تشكيل الششبارك رح نروب اللبن ونديره على الغاز طبعا بذكر إنه اللبن روبت كيلو ونص لهاي كمية من العجين كاستين أخدوا لحمي 300 جرام يعني طلعوا راس بعب متلوا عبيقولوا أهلنا آآ على الأد واللبن ما ضفت له مي نهائيا رح ديره على النار مباشرة ممكن آآ نحط نحنا حبة رز مع اللبن هلا أنا كل أكلات اللبن بحط له بس حبة رز يعني قدر معلقتين طعام رز بنقعم بمي وبحطن بعد نغلي اللبن هذا بيعود لكم حسب الرغبة هلا اللبن لنبلش نحطه على النار ونحرك فيه ليبلش يغليه أول غلوة هلا اللبن بلش يغليه طبعا ضفت أنا معلقتين للرز قصير منقعين وهذا حسب الرغبة رح أضيف هلا عثارة اللحمة اللي صفيتها من لحمة الحشوة مشان تعطي نكهة طيبة للبن وبنصحكم ما تكبوها يمكن فيكتناس يكبوها هاي عصارة نكهة اللحمة ما ندم أبدا الدم تبخر ونشف أثناء نطج اللحمة بس لأنه كمان نحنا اللحمة جايبينا مدهني فهذا الدهن ده تفدنا منه لتنكيه اللبن طبعا أنا لحد هلا ما ضفت ماي للشش برك هلا بدي حط حبات الشش برك على اللبن وحرك هلا بلش يتقل اللبن ضفت عليهم كوب ونص من المي مي تكون يعني دافي أو صاخري ومنحط ومنحرك بنفس الوقت ما بنسكبوه نترك اللبن ولا بيفرط بيرجع لازم يكون الحرارة كلها متوزعة عليه بشكل كامل شايفين حبات الشش برك أنا ما بشوين بالفرن هيك عق أهلنا بيعملوه فورا بينزلوه باللبن هلا نحنا بنترك العجين ياخد استواء داخل اللبن ومنعملو اختبار أثناء استواء ورح حمص أنا صنوبر وهذا حسب الرغبة بمعلقة من الزيت أو السمنية حسب الرغبة بصر لون ذهبة برفعهم هلا بدي أعمل التقلاي تقلاية التوم نص راس التوم مقطع شرائح مقطع التوم شرائح حريقة بهذا الشكل وممكن في ناس تدقوا دق بس أنا الفضل ويكون هيك هلا بعد ما ياخد لون ذهبة رح حط عليه تقريبا نص معلقة طعام من الكزبرة البودرة وهي حسب الرغبة وفي ناس بتحط كزبرة تازة كل واحد شو بيحب ممكن يحط ونحنا حيما بنحط كزبرة نهائيا بستهم هلا بنرفعهم نحطهم فوق الششبرك ومنعمل هاي الكوية النهائية وهي اللي بتعطي النكهة وهيك صار الششبرك جاهز للتقديم ما حكيت لصنوبر يلي حمصته حسب الرغبة يلي بيحب يحط أو موجود عنده يحط يضيف نكهة ونحنا بنعمل جامبو برغل للششبرك وهدا الشي بيرجع لكم شايفين قوام اللبن كيف عالمعلقة ناعم وكرامي هايك بنكون وصلنا لنهاية وصفة اليوم اللي هي كانت الششبرك ورح نوه عشغله نحنا إذا طبخنا أي طبخة لبن وتأخرنا بسكبة يفضل أو مو يفضل فلازم إنه ما نغطي نتركه مكشوف وإلا اللبن بيفرض وبيخرب على السخونة بيفصل عن بعضه فنصيحة تركوه مكشوف وهي نصائح الأهل وتمنى تكون عجبتكم طريقة التحضير والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر